السلام عليكم لبنات مرحبا بكم في قناتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير اليوم حبيت ندير معكم روتين خفيف وضريف هذا الروتين مهم ديرت لكم عشاء خفيف كما تشوفوا ديرت حميس وديرت كسرة الاخصيص والله كان اللي يسميوها كسرة الخميرة ديرتها لكم بطريقة مبسطة بطريقة ناجحة ولا بالي كامل راحة تعجبكم الحميس يعني كامل نعرفوه لذلك انا صورتو معاكم فقط حبيت نعطي لكم طريقتي في اطل كفان طيب الحميس كفان طيبو كسرة الرخصيص المهم دوكم مع بعضانا نشوفوا الطريقة اللي نحضروا بها الكسرة لبنات اه لا خاطر هاذ كسرة الرخصيص كايين بزاف لي ما تنجح لهم كاي ليجيهم جارية كاي ليجيهم يبسة المهم كل واحدة كيفاه راهي تخرج لها كايين بزاف لي ما تنجح لهم ولكن بإذن الله اليوم ما راح نعطيكم طريقة صحيحة وطريقة سهلة بها تنجح لكم هاذ الكسرة على بركة الله نشوفوا مع بعضنا المقادير طريقة التحضير اولا اللي بنت لها انا هنبدأ نحضر لكم الكسرة هي اللولا وش نحتاجوا فيها كما كم تشوفوا عندنا ادقيق انا درت يعني زوج كرس صغير فقط بزيف اه يعني وكل اخت وقديه تحب تدير الكمية المهم اللي هنا كما كم تشوفوا عندنا الزيت بالنسبة للزيت نحطوه اه حوالي اربع كاس زيت مع مغرفة كبيرة سكر مغرفة كبيرة خميرة المطلوه اه خميرة الخبز وعندنا الملح الملح دائما يعني تبقى لكم اه عينكم هي ميزانكم مقدرش نقول لكم الملح كديه تحطوه المهم اللي هنا اه نحطو الحليب هو اللول كما كم تشوفوا اه ماما راهي اللي بتعجم في الكسرة هذي اه تحاول تلمها غير بشوية حطت فيها ايضا كاس حليب كاس حليب كامل حطته اه الكاس اللي استعملته كاس صغير اذا كم يشي الكاس الكبير ولمتها ايضا بالماء لمتها اه كم تشوفوا في العجينة كيف اهجلت وم بعد ذلك حطتها ارتحت حتى تزل طلعت هذه العجينة حوالي اربع ساعة وغطتها وم بعد بديت تطرح فيها بهذا الطريقة بعد ما طرحتها كم تشوفوا في الحج في في الصمك السحام لا يشي خشين بزيف على خطر فيها الخميرة وراح ازيت تطلع لكم شوية مش راح اصطلع يعني بزيف ستطلع غير شوية فقط تعجين تكونوا سخن سوهما قبل المدى بكم وبيت تزرب تطلع لكم كما كم تشوفوا اللي هنا هي خليتها اطيب وفي الجهة اخر راح ندير في الحميس كما كم تشوفوا راني نشوي لهنا في الفلفل انا لحنا البنات الحميس من يعني كي تكونوا تقشروا في على بيلي كين بزيف ينحي وغير ذلك الكشورة للكحلة هذي بعد ما تشويوه تديروها غير بالموس ولكن انا راني نديرها بال ديرها بالماء نخصله بالماء بجني سهل الخدمة وجني نضيفها يعني ما نحبش يبقى لي في هذك الكحولة نهائيا حقظة بعد ما شويته كامل هو والطماطم حطيتهم في صعشي اه طماطم حطيتها في الطبسي بارك والفلفل حطيته في صعشي حتى وين زاد تطلق بغيح بهم بعد كين نغسلو اجيني سهل كما كم تشوفوا اللي هنا اقول لكم هذي طريقتي انا يعني الفلفل نخصله احسن من اني نديروه بالموس يعني ذيك الكشور هذا اه نحيوه بالموس ولكن من الافضل انكم نحيوه بالماء احسن وبإذن الله سنعود نشارك معكم اي روسين اي حاجة اي وصفة سنعود نشاركها معاكم يعني اي حاجة نديرها بإذن الله سنحطها لكم بكامل كامل وصفات اللي قوهم في قناتي اه 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 كما كم تشوفوا انا بعد ما اغسلتها كما ارى كم تشوفوا فيها هكذا ونحاول اني نحيب الموس اذي كل الكحول هذي كامل اللي بقعت لي بعد ما نظفت اللهنة الفلفل كامل ودرت ايضا تماطم اللهنة بديت انقطع فيه بالنسبة لتقطع بالنسبة لتقطع اللي هنا البنس ان الاحميس محب انقطعه يعني يكون اه صغير منحبش منحبوش يعني يكون مقطع خشين بزيف اه هرده انا نقطع بهذا بهذا السوم كما كم تشوفوا وبعد نزت نقطع طماطم وحطيتهم في مقلة مقلة حطيت لها شوية شوية اه بهم يلصق ليش الحميس ونبعده اه حطيت طماطم الفلفل حطيت لها شوية ملح وايضا لبنس الاحميس نحطو فيه الطماطم العلب نحط حوالي حطيت زوج ملاق كبيرة طماطم ملح وايضا لها شوية احمر لذلك نحطوه الطماطم العلب يعني تبقى لكم اختيار اللي تحبو تحطوها وتحبو ما تحطوه هاش المهم انا اعطيتكم طريقة اللي نحضر بها الحميس ملح وايضا لها شوية احمر لذلك نحطوه الطماطم العلب طماطم ايضا لبنس اراني نقطعها رقيقة وهذا هما لبنس وصفتنا لنهار اليوم وبالنسبة اللحميس كينين بزيبنس اللي يحبوه يجيل حار ولكن انا ما نحبوه يكون حار على هذا البنس ما استعملش لهنا يعني منعت لكم شو مرة الفلفل الحار لذلك ما اختمش بيه مرة المهم لهنا كملت قطع صماطم كملت الفلفل قطع صو كامل حطيتهم كي ما قلت لكم فيه مقلة فيها شوية زيت زيت العادي حطيت الملح حطيت زجم غارب كبار طماطم مصبرة هذا ما كان وحطيتهم يطيبو بعد ما طابولي حطيت لهم الفوق الزيت زيتون انا نحب زيت زيتون يجي بزيف بنين به بذلك حنا بعد ما يطيب الحميس نحطوه الفلفل عفو نحطوه زيت زيتون من الفوق يبقى لكم اختياركين بزيف في الناس اللي ما يحبوش الزيت المهم انا اعطيتكم طريقتي فقط هذا ما كان لبنات كي ما كم تشوفوا لهنا حطيتهم يعني نحط في الملح زيت خلطهم وحطيت لهم الطماطم خليتهم يعني راهوا على بيكم باللي الحميس يكون شغل تكون شويتوه من قبل طماطم والفلفل على هذا نزيد وخليوهي طيب شوية باركميش بزيف هذا ما كان لبنات كي ما كم تشوفوا لهنا زيت حطيس طماطم وهذا هو روتيني تاع اليوم يعني الاحشاء الخبيب اللي قلت لكم عليه بيرت كي ما قلت لكم راكم شوف الحميس بعد ما طاب كيفه جاء عندنا ايضا كسرت الرخصي في كيفه طابت جيت بزيف بنينة وجيس طريا المهم لبنات ان شاء الله هيكون عجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم نتمنى انو تخليوا لي تعليقكم اه لا تنسوني شمال لايك والاشتراك بي يوصلكم كل الجديد اي حاجة اي استفسار البنات خليوهولي فتح عليق باذني اللي هنحنرض عليكم كامل يعني اي حاجة حبيتوها اي وصفة خليوها لي بارك فتح عليق ان شاء الله هنوفيكم بكل الوصفات باي باي البنات ان شاء الله هنحط لكم وصفة جديدة نسمنى انكم تتفاعلوا معي وتتفاعلوا مع كل الوصفات اللي راني نحطهم الى اللقاء اشتركوا في القناة و�� فتح عليق بي ذ STEPHAN عداد اشتركوا في القناة قطعا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا